نشوف مع بعض بعض الصور على 2D Truss زي ما تشوف هنا في المباني المبنية من الخشب هذا Truss بيتكرر كم مرة شوف هنا وهنا 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 لذلك بنسميه Two Dimensions قد نجده أيضا في المنشآت المعدنية زي هنا هذا هو Truss Element وبيتكرر تقريبا كل 6 أمتار وهي تول الكاميرات الموجودة لتعمل علاقة بين السقف والترس قد نجدها أيضا في الجسور وقد نجدها أيضا في أسقف الملاعب في أيضا نوع آخر من الترس اللي يسمى 3D Truss لو شوفنا هنا أن الترس رح يكون متصل بالمفاصل في ثلاث الأبعاد يعني نفسه هذا بيكون دائما عندهم علاقة مع بعض في ثلاث الأبعاد خاصية الترس هذا أنه يسمح لك ببناء المنشآة المعدنية بأقل عدد ممكن من الأعمدة سواء كان في الاتجاه الأول أو الاتجاه الثاني هذا يعني في اتجاه X أو في اتجاه Y وبالتالي 3D Truss هذا يكون عنده أهمية كبرى خاصة لما تبني الفضاءات التجائرية التي يحبث فيها أنه عدد الأعمدة يكون قليل جدا ينفع تكون يعني مسطحة أو يكون أيضا مقوسة زي ما تشوفوا هنا النوع الآخر من 3D Truss بنسميه Tensegrity System متكون من كلمة Tensel و Antegrity يعني هنا رح تجد فيه حبال و Struts أو عيسى العصي هذن رح يكون متسليم بعض عبر الحبال لو كانت في الانيشيل ستايت الحالة البداية فيها من غير أي Pre-Stress يعني هي زي الكرة من غير هوا لو بعدين وضعت Pre-Stress رح تحصل على Structure Rigid موجودة هنا وبتقدر تقاوم وتشيل الأحمال هي زي الكرة هنا لما بنفخ فيها الهوا لو خذت هذا المثال وكررت وكم مرة باتجاه الـ X وباتجاه الـ Y رح تحصل على سقف كامل متكون من الترس التنسيجريتي سيستيم وهو عنده خاصية أنه Very Light يعني خفيف جدا يستهلك كمية حديد قليلة جدا منقارنة بالترس العادي هذا وهو يعني تعتبر من الأشياء الجديدة جدا في مجال المنشآت المعدنية لكن يتطلب خبرة كبيرة في التركيب قد نستعمل في الـ Tower Telecommunication Towers أو في أسقف الملاعب أو أسقف الفضاءات التجارية الكبيرة أيضا من أمثلة للـ 3D Truss نجد أسقف الملاعب هنا زي ما تشوف هما 3D Truss بيكون في ثلاثي الأبعاد بيتكرر سواء كان في الاتجاه هذا أو في هذا الاتجاه وعنده خاصية أنه يمكن تبني به أسقف يعني تكون مسافة بين الأعمدة تفوت حتى الـ 50 و 60 متر وتصل حتى للـ 80 متر أو أكثر في بعض الأحيان